انطلقت بهئة المركب الأولمبيا في العاصمة المخيم التدريبي المنظم من قبل الاتحادية الموريتانية في تنس الطاولة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لهذه الرياضة الأولمبيا ويشارك في هذا المخيم ما يقارب العشرين لاعبا من لاعب التنس الطاولة عن فئتي الأشبال والناشئين من بينهم ست لاعبات ما يناهز عشرين لاعبا من فئتي الناشئين والشباب من بينهم ست لاعبات يشاركونها في المخيم التدريبي المنظم من قبل الاتحادية الملتانية لتنسي الطاولة ضمن برنامج المشاركات 2023 التابعي للاتحاد الدولي لتنسي الطاولة هذه الدورة التدريبية والمعسكر التدريبي الهدف منه الأساسي هو تكوين لاعبين ولاعبات مجال تنسي الطاولة هذه الرياضة الأولمبية التي تمكننا من تحقيق إنجازات قوية خلالها لأول مرة تتأهل هذه الرياضة إلى نهايات أمم إفريقيا السنة الماضية في الجزائر وصنف منتخبون الوطن أيضا ضمن أفضل 16 فريقا من القارة الإفريقية ونحاول من خلال هذه التدريبات إطافة نوعية جديدة ترمي الاتحادية الموريتانية لتنسي الطاولة بالتعاون مع اللجة الولمبية والرياضية الوطنية عبر هذا المخيم إلى دعم وترجيع الرياضات والألعاب الفردية هذا المعسكر الذي يتيح الفرصة للاتحادية أنها تختار من بين الشباب كاملين طيلة هذه الأيام خير الشباب الذين قدوا مثلوا الموريتاني نتمنى أولهم التوفيق إن شاء الله ونقدموا بجزيل شكر للاتحادية الموريتانية لتنسي طاولة الجود الكبير البادل المشاركون بالمخيم التدريبي ذمنوا هذه المبادرة منوهين بالدور الذي ستلعبه في الارتقاء بهذه الرياضة الولمبية أنا كلاعب تنيس هاي طورة ما شاء الله جانت عندي بنا تعاون نحن اللاعبين وخايفش الناس ما هو منزل حتى فيه تعاونهم هم ملي الناس هنا تعرف لا بالان وتعرف لا جيري ولا شيء غير جبروا سبور جديد المخيم التدريبي يشكل تحضيرا بنيا للمنتخب الوطني لتنسي الطاولة الذي سيشارك في الألعاب العربية المغبلة التي ستقام بالجزائر